استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء للاستغاثة التي تم رصدها عبر أحد مواقع الإخبارية وتتعلق بطلب والدة الطفل فادي الذي يعاني من مرض الهيموفيليا ويحتاج إلى علاج مرتفع الكلفة وهو ما لا تقوى عليه أسرته مادياً أوضح رئيس لجنة الاستغاثات الطبية أن أعضاء فريق اللجنة قاموا على الفور بالتواصل مع والدة الطفل لاستفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة أكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها لحالة الطفل الصحية كما تؤكد استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة للتعامل معها